ترجمة نانسي قنقر لو نجح اختراع عبقرية الكاملة هذا كما يجب يا هالهول فسأجد السنافر من دون أي مشكلة القرى جاهزة والآن سأجد مكان هؤلاء السنافر أريني أيتها القرى البلورية العجيبة أين أستطيع إيجاد أتعس المخلوقات ما هذا؟ لا 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 عنيت السنافر آه هذه قريتهم ولكن أينهم؟ سنحل ويا سنفور سنحل ويا سنفور سنحل ويا حالي سنحل ويا سنفور أكره أعياد السنافر ليس الآن يا أقول أوه حالم تمنى أمني وانفخ الشموع هيا حالم أتمنى أتمنى أن أطيره إلى عالم جديد لم يره يوما أي سنفور رائع ها أنا أطيره إلى عالم غريب جديد آه كنت لأسنفر أي شيء في كل العالم لأصبح رائع فضاء آه وجدتها والآن كل ما أحتج إليه هو هواه المسنفر و و نجحت أنا أطير أنا أطير أنا أنا أطير أنا أنا لا أطير لا أطير كانت هذه رحلة قصيرة لكن كان هذا هبوطا رائعاً أنا أ municipal ها 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 أجل حسنا تابعوا الضحك لانني يوما ما سأطير إلى النجوم تعويذة لجعل المكنس تطير دعوا المكنس على الأرض لتواجه الشرق ثم قولوا بصوت عال وواضح ويتشي كوتشي سموتشي سنفور ماذا؟ أوقف هذه المكنسة أنا أكره المكنس ماذا يجري هنا؟ هلأ أطي إلى هنا؟ أمسكت بك أنا أطير أنا حقا أطير أنا أطير أنا حقا لا أطير لا رحلة مسانفرة أخرى صحيح يا حالم وهبوط مسانفر آخر انتظروا فقط وسترون سأطير إلى النجوم يوما ما أعتقد يمكنني سنع جناحين أوه لا لا هذا لن ينجح أيضا أوه عجبا عجبا إن أكملت هكذا فلم أصل أبدا إلى النجوم دم 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 حالم أوه لا ما بك يا حالم هل جننت؟ هل هول السيء الرهيب كد يحولك إلى وجبة غداء لا هل هول؟ أين هو؟ أين هو؟ أخبرني هل أنت بخير؟ تبدو لي شاحبا قليلا ما بك أمنيات المسانفرة للطيران إلى النجوم لن تتحقق أبدا لن أطير أبدا إلى النجوم أبدا 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 أوه أتمنى لو يمكنني مساعدتك حالا ما هذا؟ وجدتها يا سنفورة سأبني مركبة تسنفرني إلى النجوم مركبة فضائية اختربنا منهم يا هل هول أشعر بذلك كاد السنفر أن يصبح لي هل هول كرة البِلّاورية اوه يا كرة البِلّاورية أنت بأمان بأمان ابدأ العدسκε يا منسجم استمعوا إلي استمعوا إلي هذا ذير هذا إعلان للسنافر يعلن السنفور رائد الفضاء الكشف عن مركبته الفضائية الجديدة والكل مدعو لمشاهدة أمنياته السنفورية تتحقق عندما سينطلق نحو النجوم عفوا إذن ما رأيك يا بابا سنفور؟ في الواقع إنها مركبة فضائية مسنفرة جدا يا سنفور رائد الفضاء لكن كيف تعمل؟ بقوة الدوسات يا بابا سنفور لأن الدوسات تدير المروحة التي بدورها ترفع المركبة إلى الفضاء وتسنفرني إلى النجوم بالعجلة الندامة أرجح أن الأمر لن ينجح أبدا 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 لا تقل هذا أبدا يا مذكر الشرير حظا موفقا يا سنفور رائد الفضاء رحلة آمنة إلى اللقاء عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انطلاق أجل هذه نسمة جميلة أجل هذه حقا أهلا اللحظة أنا أكره النسيمة الجميل أسرى 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 أرأيتم كنت محقا كنت محقا كنت محقا كنت محقا أوه يا لحالم المسكين فطر قلبه الأزرق الصغير سنفور رائد الفضاء كان تموحا جدا ولن يسعد أبدا ما لم يتمكن من الطيران إلى النجوم لكن للأسف هذا لن يحصل أبدا كانت هذه أمنيات عيدي ميلاده آه نعم وكل أمنيات أعياد الميلاد تتحقق أليس كذلك بابا سنفور؟ كانت أمنيات السنافر تتحقق لطالما تذكرت ذلك وكان هذا منذ خمسمائة وثلاث وأربعين سنة بابا سنفور علينا القيام بشيء لجعل أمنياتي تتحقق صحيح يا سنفور ولدي فكرة يمكن أن تنجح تعتقد حقا أن مركبتي ستقلع الآن؟ السنفور شاطر تحقق منها وأصلح كل الشوائب فيها أيمكنني أن أسنفر طائرا إلى النجوم حالا؟ نعم لكن عليك أولا شرب جرعة التوت هذه المميزة التي ستعطيك القوة لرحلتك الطويلة دارة المروحة بسرعة أطلقوا الدخان وابدأوا هز هذه المركبة أخبرني يا غبي أين كنت عندما أعطوك عقلك؟ أين كنت؟ غريب لا أعرف ربما كنت معك مفكر أكره الدخان مركبتي تتحرك سأنطلق مسنفرا أنا في طريقي إلى النجوم ماذا حصل؟ أشعر بالكثير من النعاز لا بد أن الارتفاع هو السبب يجب أن لقد توقفت نجح مفعول جرعة التوت بسرعة لنخرج سنفور رائض الفضاء من المركبة ولنفككها لقد فككنا كل أجزاء المركبة الفضائية ماذا سنفعل بهذه القطع؟ غدا سنأخذها إلى مكان سري مكان وحدي أنا أعرفه أوه يا لحظي المسنفر أحب الأماكن السرية كثيرا علينا أن نضيف أربع حبوب من نبتة الحلاب مع عصير نباتي ليبروح المغلي والآن لنجربها أوه نجحت الوصفة لو يراني السنافر الآن ها 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 ه كم من المسافة بعد يا بابا سنفور؟ ليس كثيراً أما زال المكان بعيداً يا بابا سنفور؟ نعم إنه بعيد لكن هذا مجرد بركان بابا سنفور ولطالما قلت إن البراكين تطلق النار والدخان وكل الأشياء الرهيبة والقذرة صحيح صحيح لكن هذا البركان منطفئ آه بالطبع هذا منطفئ هيا بنا لنكمل طريقنا الآن أمامنا الكثير من العمل هيا تبعوا العمل عمل 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 أنا أكره العمل هؤلاء السنافر التعساء المقرفون مروا من هنا يا هالهول هذه أثار أقدامهم هيا بنا لقد أصبحوا في قبضتنا هيا يا هالهول ماو أوه أيها الهر البائس هالهول كيف تجرؤ؟ في أحد الأيام يا هالهول سأحولك إلى وسادة صغيرة لما علينا تشغيل رؤوسنا بينما ينام السنفور رائد الفضاء هذا من أجل السنافر انتظر يا غضان هل تعرف ما هو أخضر أحمر وأصفر مع عينني كبيرتين وأسنان طويلة؟ لا ماذا؟ لا أعرف أيضا لكنه يسهف على قبعتك يا أنا أكره الحشرات أريني أيتها الكرة البلورية أين أكره المخلوقات على الإطلاق إذن إنهم داخل البركان القديم وهو ليس بعيدا عن هنا هذا المكان مناسب لأضع فيه حدا لحياتهم البائسة عندما سيستيقظ سنفور رائد الفضاء سيعتقد أنه على كوكب آخر لهذا السبب سنفرت هذا الشراب العجيب الذي سيحولنا كلنا إلى السوافر السوافر؟ ما هو السوفور يا بابا سنفور؟ سأريك يا غبي هذا سوفور وأنا الجد سوفور أين أنا؟ أوه أنا على كوكب آخر هذا سنفري رائع ها قد وصل يا غبي؟ نعم أنظر إليه يعتقد حقا أنه على كوكب آخر هجل عجبا كم أنه غبي أتسأل أين كان عندما أعطوه حبوب الفوجل؟ ليس حبوب الفوجل بل العاقل يا غبي صحيح هذا ما عنيته فوجل العاقل الشيء ذاته أتسأل إن كان أحد يعيش هنا؟ أعتقد أن هذا هو الجواب عن سؤالي تياه أنا صديق أتيت في مركبة كبيرة روم بوم روم بوم تعرف إلى الجد سوفور ملك كل السوافر مهلا هل يمكنك نزع سروالي أولا؟ من أين تأتي؟ من كوكب يدعى الأرض يا جد سوفور أنت صديق أم عدو؟ أنا صديق كبير صديق كبير سنقيم اجتماعا للمجلس لدرس هذه القضية ابقى هنا أتسأل ما الذي سيفعلونه بي؟ أعتذر كدنا عن نصل يا هلول كدنا عن نصل إنه شرشبيل فلنخبر بابا سنفور أجل وصا يغضب كثيرا يا سوفور لقد اتخذنا قرارا قررنا أنك صديق لنا أهلا بك إلى كوكب السوافر شكرا لك يا جد سوفور حضروا وليمة لتكريم سنفور رائد الفضاء يي هذا حقا رائع يا جد سوفور أنا أقضي وقتا رائعا جدا نم باكرا تحتاج إلى الكثير من القوى للسفر إلى كوكبك غدا آه لكنني لن أسافر أبدا إلى الأرض أريد البقاء هنا إلى الأبد إلى الأبد؟ ولكن عليك الرحيل يا جد سنفور يا جد سنفور جر شبيل هنا يجب أن لا يراه سنفور رائد الفضاء وإلا فسيعرف أنه على الأرض لكن ما يخيفني أن سنفور رائد الفضاء أحب هذا الكوكب كثيرا ويريد البقاء هنا إلى الأبد علي التفكير في خطة أعرف أنهم في مكان قريب يا هلهول أستطيع شم رائحتهم والشعور بهم لنرى ما هذا؟ هؤلاء ليسوا السنافر لا أعرف كيف وجدنا شر شبيل لكنني أعتقد أنه سوف يصاب بالبرد كرة البلورية لقد دمرت والآن لن أجد السنافر أبدا هذا مؤسف فعلا لقد احترقت تماما وأنا مبلول بالكامل وقد انكسرت كرة البلورية أشعر بأن بابا سنفور وراء كل هذا هلهول ابتعد عن وجهي يا كرة الفرو القذرة لنرحل من هنا والآن لتصبح سوفورا عليك إظهار الشجاعة والمهارة حسنا لكن ماذا علي أن أسنفر؟ بعد جعلك تدور بسرعة عليك رمي هذا الرمح في الهدف مباشرة أي مركز هدف؟ لا يمكنني أن أرى شيئا هذه طريقتنا الخاصة لقد نجحت لقد نجحت جاهزوا لاختبار العمود المزيت وكاختبار ثاني عليك يا سنفور رائد الفضاء تسلق العمود تسلقت أعلى من هذا في حياتي أمامه الملايين من السنين قبل أن يتمكن من تسلق العمود أجل هذا صحيح الملايين من السنين أما أكره العمود المزيتة قد وصلت هذا سهل جدا ماذا؟ هذا العمود ليس مزيتا أصلا ليس مزيتا؟ يا غبي فكرته في أن أكل سيقوم بذلك أجل فكرت في ذلك أنا اعتقدت أن غضبان زيت العمود كسلا كان سيفعل ذلك عليك الآن اجتياز البحيرة سباحة حسنا أنا سباح ماهر وأنت تحمل هذه الصخرة هذه الصخرة؟ لا لكن هذا مسنفر ومستحيل يا للأسف مهلا تبدين مألوفة لم أرك في مكان ما من قبل من أنا يا سيد العزيز لا أنا فقط أنتما تضع عن الوقت لتصبح سوفورا عليك اجتياز البحيرة حاملا صخرة هذا سيكون سهلا جدا هل هذه مسحة ما؟ انظروا إلى الصخرة طعوم غريب حجر الخفاف هناك اختبار أخير بعد بانتظارك أنا مستعد عليك أن تعيش حياة السوافرة القاسية عليك طهو الأطعمة وغسل الأطباق والتكنيس والتنظيف والفرق وعليك أن ترك احتراما أمام كل سوفور تلتقي به وأن تقبل قدميه الجميلتين وعليك أن تأكل الأعشاب البرية ولا يمكنك أن تغني مهما كنت سعيدا ولا وجود للأعياد بما في ذلك عيد السوافر أو عيد السوفور عليك إذن الخيام بكل هذه الأشياء لتصبح سوفورا بعد إعادة التفكير ربما من الأفضل لي أن أسنفر عائدا إلى الأرض ما الذي يحصل؟ أشعر بنعاس كبير عجباً يجب أن لقد نام نجح مفعول جرعة التوت العجيب مجددا يجب أن نبدأ السنفرة أوه رائع لا شيء أفضل من السنافر لا شيء في العالم أنا أقرح هذا كامل مسافة بعد يا بابا سنفور آه سنفر أين أنا؟ يحيى السنفور رائع الفضاء ألا تتجهات لرائع الفضاء عدت إلى موطني عدت إلى موطني كان الأمر مسنفراً جداً يا بابا سنفور زرت كوكباً يعيش عليه السوافر السوافر؟ لم أسمع بهم أبداً أرادوا مني البقاء لكنني شعرت بالحنين إلا الوطن لذا عدت أنت لا تفكر في الرحيل من جديد صحيح؟ في الواقع فكرت السفري إلى كواكب أخرى رائعة لكنني لن أسعد أبداً بقدر معنا سعيد هنا لا مكان كالمنزل آه أو مياو هذا كله من صنع بابا سنفور ولكنه سيدفع ثمن أعماله سيكون غالياً أو 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 اشتركوا في القناة